من أشرك بالله وكفر به منع الله منه الشفاعة فينادون فما لنا من شافعين ما في شافع يشفع لنا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أليس لنا صديق حميم في قربته بنا فينفعنا فيشفع لنا عند الله الإجابة لا ليس لهم ولي وليس لهم نصير يومئذ كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجد لك علينا به نصيرا ولا تجد لك به علينا تبيعا ما في حد ينصرك يومئذ إذا أشركت بالله سبحانه وتعالى وكفرت به قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيه أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا قال يوم تقلب وجوههم في النار الوجه هو أشرف أعضاء بني آدم وهو أحس الأعضاء في الحرارة الليلة أنت لمن تشيل موية لو ما قدرت تلمس بيدك ما بتكر توديه على وشك لأنه حساس وأرقى من بقية الجسم لكن يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى ونحسرهم يوم القيامة على وجوههم على وجوههم أزال يمشي بيوشوا يوم القيامة عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا يجي ما أشعروا سبحان الله تعجب الصحابة رضي الله عنهم من هذا فقالوا يا رسول الله وكيف يمشي على وجهه قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم يمشيهم على وجوههم يجي يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا فنسأل الله تعالى العافية والسلامة فأولئك ليس لهم ولي ولا شفيع ولا حميم يوم تقلب وجوههم في النار فيتحسروا ويندموا يقول يا ليتنا أطعنا الله أي عملنا بما جاء في القرآن وأطعنا الرسول أي عملنا بما جاء في السنة يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ويبقى السؤال المهم أيها المسلمون الكرام لماذا لم يطيع الله والرسول الإجابة في نفس الآية قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا أطاعوا زعماء وأطاعوا رؤوساء وكبراء ماذا حصل قالوا فأضلون السبيل أضعوا عننا الطريق لأنك بالفهم البسيط لما تكلم إنسان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيرفض الحديث ويتبع كلام الزعيم يقول لك نحن قمنا لقين الحاجة بيعملوا بأهلنا هذا هو المنطق وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون قالوا بس بنتبع أبواتنا وحتى اليوم العلينا كثير من الناس رفضوا القرآن ورفضوا السنة وتمسكوا بما وجدوا عند آبائهم من التقاليد ومن الأعراف وما وجدوا عندهم من المعتقدات فأضلوهم السبيل حرفوهم عن الصراط المستقيم بقصائد وبمدايح وبخرافات وبمعتقدات باطلة جعلوا كثير من الناس يترك دعا ربنا ويدعو الشيوخ من دون الله ويترك التوكل على الله ويتوكل على أوراق وأحجب يربطوه ويعلقوه ويتوكل على أسحار وشعوذات ويتوكل على شيوخ من دون الله ويتوكل على موتى وعلى مقبورين يستعينوا بهم ويلجأوا إليهم في كشف الضر وجلب النفع ولذلك أضلوهم عن صراط الله سبحانه وتعالى قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا دعا منام من الذين هلكوا في جهنم بيدعو عليهم بقولوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب لماذا؟ لأنهم كانوا السبب في ضلالهم ولذلك قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذي الظالمون موقوفون عند ربهم المجموعتين الكبار الذين أضلوا والصغار الذين ضلوا موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يعني ده بيتكلم ده بيرد يقول الذين استضعفوا ديال الصغار واللي ضلهم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنتم لو ما إدت ديل لو لا أنتم لكنا مؤمنين أنت السبب لو لا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين إنتم جار ما براكم قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار والمكر هو الاحتيال والمكر هو التوصل بالسبل الخبيثة والماكر للضلال تزيين الضلال وترويج القصائد وإضلال الناس بالكلام المعسول والجميل شاني وقعك في النهاية في عبادة غير الله قالوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداد وأصر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال الأغلال الحديد في أعناق الذين كفروا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون عشان كذا لما تأكدوا يوم القيامة إن اللي كان بدافوا عنهم في الدنيا وبحبهم هم السبب في هلاكهم قالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب أديهم عذاب دبل ضعفين من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا قالوا لها زيدٌ في العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا غير اللعنة اللي لعنت لهم وجاء في آية أخرى في صورة الأعراف ربنا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ديل عندهم عذاب وديل لك عندهم عذاب وإذن أيها المسلمون الكرام لننجو من هذه الحالة المؤسفة والموقف البئيس والحالة التي لا مخرج منها لننجو جميعا علينا بالرجوع إلى القرآن أن نهتدي به وأن نأخذ منه عقيدتنا وسلوكنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وأيضا علينا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة ففي هذين المصدرين النجاة يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى